دلوقتي هنبتدي زي ما تكلمنا ما فادت احنا هنخش في شكل البرج شكل البرج بتاعت التقطير اللي هنعدي عليها اللي هو بيبقى في اخلته شوعلة نار في اي شكل بترول هو ده طبعا النار اللي بتطلع تطلع من هنا اللي هنشوفها الشوعلة بتاعت اللي ايه النار طيب البرج ده متقسم ازاي شوف وقا متقسم ازاي اول حاجة اللي اكثر تطاير الاقل 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 الله يعني دي البداية البداية عند كام كرود اويل عند 400 درجة ماوي طبعا هو جاي سخن زي ما انتفقنا ما ينفعش حطه في القوضة مرة واحدة سخن وهدي من بالكم عشان يحسن عملية هموجينيتي دي البتروليام اويل وهو لكم اقول لكم ليه يسخنوا تصوروا البترول ده اللي زوجة بتاعته عالية جدا لو هو بارد عند درجة حرط الغرفة زيت اصبح زيت تقيل ازاي يضخه في المواسير عمره ما يضخه في المواسير فلازم عشان يضخه في المواسير الزيت دي يسيح عشان يعرف يضخه في المواسير ويدربه بالهواء بلده شيء بديهي من غير ما انا اقول ومفروض انتو عارفينه واحسن مني طبعا طيب القوضة بقى متقسمها ازاي شوفوا بقى عندي اول حاجة 150 درجة مقوية الاعلى والاوطى الربعمية المية وخمسين درجة مقوية بيطلع فيه طبعا هنا الحتة دي غازات من سي واحد لسي اربعة طبعا اللي بيهرب سي واحد سليع جدا فبيهرب من العين دي فبيتطر ان نولع نار تلاقي ايه شعلة ده اللي هو الغاز الهربان سي اتش فور طب هو ليه بيولع الشعلة عشان هو لم ولحش الشعلة الغاز ده هيملى الهواء الجوي هيبقى عندنا فوق ده كله هنا ميسان والاختجين محبوس في الهواء الجوي ومش عافين يتنفس ودين بالكم يحس عميدي ايه اختناق فلازم يولع الشعلة علشان خاطر عشان خاطر يحافز على الغاز المتهر طيب اول حاجة بيفصل عنده اللي هو طبعا السوال يبقى خلاص الغاز التفاني عليها فوق هنا لو عندي عشرين درجة مواد غاز الحربان منه بيولع في النار طيب اول حاجة بتتلع عنده الجزولين اللي هو البترول اللي احنا نستخدمه وليه العربيات بعد كده الكيروسين وبعد كده طبعا الكيروسين ده بنستخدمه للسيارات طبعا الفخمة والطيارات وبعد كده الكيروسين والديزل بنستخدمهم للعربيات النقل التئيل وبعد كده اليوبريكانت اويل يعني معنى الكلام ده بصوا هنلاقي اليوبريكانت اويل ترتيمية وسبعين درجة موية بس هو مش عافي يفصلوا هو عبارة عن اليوبريكانت اليوبريكانت اويل ما قدرش يحدده ديزل كيروسين جازولين اما هنا ما قدرش يحدده فعايزين نعمل ايه طيب هنلجأ بعد كده لعملية الضغط المنخفض هنجد البرج الثاني اقل من البرج الاولاني وده فعلا بيبقى شكله بالمنظر وبتدي يضخ البترول يخش على البرج الثاني تحت الآخرين على البرج الثاني الآخرين هذا هو البرج الثاني البرج الثاني البرج guerre Theater ثم Parliament هو ده دي وحن تختت pilg واحد أتموسفير اماhi اما ده اقل من واحدة تنصفير تقريبا نص او ربع فهنا المتين درجة مقوية اللي انت شايفها دي مش متين درجة مقوية دي ازيد من متين درجة مقوية وهدي من بالكم فبيبتدي يفصل بقى الليوبريكانت اويل اللي احنا شايفينه قدامنا ده يتفصل لثلاث حاجات اول حاجة الليوبريكانت اويل اللي هو زيوت التشحيم بعد كي وده الزيوت بتاعت المطور اللي احنا بنستخدمها طبعا الزيوت طبعا بتاعت المطور اللي هو اللي هنشتريها عشان عابب يبع المطور كل خمس تلاف وكل عشر تلاف زيب بعد كده البرافين واكس اللي هي الشمعة اللي بنعمل به المفصلات بتاعت العربيات ومفصلات البيبان اللي هو لونه ابيض او ابيض مسفر شوي اما دي بالنسبة لبرافين واكس اخر حاجة بقى اللي احنا بنزفلت به الشارع اللي هو البوتامين او الاسفلت اللي هو القرلسود طبعا ده بالعربي اسمه القار البوتامين القار اللي هو بنسافر به الشوارع بتاعتنا دي اخر اخر جزئية بنحصل فيها من البترول لو هنفتكر بقى التأسيمة بتاعت البترول كنا نقول نفط خفيف شوفتوا بقى التأسيمة تنفع النفط الخفيف فيه رغت هنا ماندوش اي مشكلة النفط التقيل فيه كل ده بكمية اكتر بكتير من النفط الخفيف وبعد كده النفط الاسفلتي يعني النفط الاسفلتي يعني النسبة بتاعت الهايدروكاربون الخفيف ده تقريبا تقريبا مش عايز اقول مية في مية مش موجودة بس مش موجودة بشكل كبير وموجود منها الشكل اللي احنا شايفينه ايه قدامي ده نتيجة ان يستخراجه صعب زي ما قلنا في موضوع الارض احنا كده هنقف في عملية الفصل اللي مرة جاي بقى عايزين نتكلم على عملية المعالجة وبعد كده عملية التحويل وكده يبقى احنا خلصنا من جزء الارفايني شوكرا جماعة والسلام عليكم ورحمةكم